اشتركوا في القناة الميزان والعقرب والقوس بطريقة مفصلة يعني منحكي عن كل الابراج ولكن رح نركز على الميزان والعقرب والقوس تفصيليا مثل ما حكينا في الحلقتين الماضيات عن باقي الابراج الاوائل اللي هو الحمل والثور والجوزاء بحلقة اول امبارح وامبارح كان بالسرطان والاسد والعذرة اليوم زي ما حكينا الثلاث ابراج اللي هم الميزان والعقرب والقوس وبكرة ان شاء الله الجدي والدلو والحوت طبعا القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين يعني رح يكون موجود هو بالسرطان اغلب النهار في عندنا خلو مسار في ساعات المساء رح ينتقل القمر ويصير في برج الاسد طبعا الان هو موجود في منزلة الطرفة او الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل رح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة ستة وثماني واربعين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة بعدها بنتقل القمر لمنزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر اغلب النهار رح يكون موجود بالسرطان لغاية ساعات المساء فتأثيره مثل ما حكينا يوم امس انه بظلها التأثيرات العاطفية هي اللي احنا منشعر فيها بقوة العاطفة بالفترة هاي من حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه او ذكريات او مواضيع قديمة يجب الانتباه اكثر لطعامنا وشربنا لانه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة وبوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة ماء او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم طبعا متشكلة هي خلينا نشوف اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي بعد منتصف هذه الليلة يعني ساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه اكثر المستفيدين وهم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميد اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة و 16 دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي الاخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 5 و 37 دقيقة صباحا بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني بمعنى اخر انه من ساعات الصباح الساعة 35 و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج اللي هو يعني بتوقيت الاردن الساعة 8 و 37 دقيقة الصبح بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج يعني الساعة 7 تقريبا المساء تنتهي بنتهي خلو المسار وبنتقل القمر بصير موجود في برج الاسد فاليوم احنا ما رح نحكي يعني بالزوايا اللي رح تصير فرح نحكي عن تأثيرات الانتقال طبعا فترة خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا ساعة 3 و 57 دقيقة عصرا القمر بنتقل وبصير في برج الاسد فعشان هيك من ساعات المغرب تقريبا بصير الناس منحونا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا اقتراض المال واستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بما ان القمر راح ينتقل للأسد معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم 5 تسعة اللي هو يوم الاحد بيبدأ في تمام الساعة 2-21 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 11-5 دقائق مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 26 يوم نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 اليوم سعيدة بنسبة 45% القمر في السرطان دي انتقل للأسد لغاية 5-9 راح يمكث في الأسد هو اليوم سعيد بنسبة 20% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 15% حتى ساعات العصر بعدين من ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 15% وذلك لأنه بتكون أوجة زاوية التقابل ما بين المريخ وما بين نبتون وبفصل كل زوايا الإيجابية الأخرى يعني بتظل في زاوية وحيدة موجودة اللي هي التثليث ما بينه وبين بلوتو يعني بتكون ضعيفة لأنه برضو بلوتو بتراجع أما بالنسبة للمشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع لغاية 11-10 ومنتحس بنسبة 40% بسبب تراجعه وزاوية التربيع ما بينه وبين أورانوس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لنبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل التركيز على أمور إلها علاقة أو صلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا أنكم تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء إجمالا رح يكون فيها نوع من أنواع الضغط والمسؤولية الكبيرة بسبب خلو المسار ممكن تكون عندك اليوم أو يكون عندك ارتباط مهم جداً أهم شيء أنه ما بيجوز الفشل الفترة هاي بتحمل مصريف منزلية أو مصريف استشفائية من ساعات المساء أو من ساعات ما بعد العصر بتوقيت جرينج بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وهاي الفترة بتكون بداية فترة انفراجات وتطمينات ورومانسيات عالية الطبع برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم اليوم عندك سرعة بديهة وقدرة عالية جداً على التركيز أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبر على الطرقات وما في داعي للعصبية هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن أنا بنصح أنكم ما تعتمدوا كثير على الحظ يعني بدكوا تدرسوا وتستعدوا بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية عالية حاولوا أنكم تدافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية حاولوا أنكم تنتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة دائماً من بعض الكلمات اللي ممكن أنها تسبب مشاكل ممكن اليوم تتم بعض اللقاءات أو الاجتماعات برضو بتحمل هاي الفترة عمل مفيد ومثمر ممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة في ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية والاهتمامات بتصير إلها علاقة بالعائلة أو الأحداث العائلية أو المنزلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يشغلكم في ساعات المساء برج الجوزاء تم فرصة لمقسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن أشخاص تسترد أموال بتعودلها أو يحصلوا على هدية حاولوا أنكم تخففوا من النفقات الفترة هاي بتميلوا للتفاوض والمساومة وممكن تنشطوا بالرحلات والاتصالات وممكن تتجرؤوا في أمور إلها علاقة بالنقاش هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولتقديم الامتحانات والمطالبة بحقوقك ولكن عند الامتحانات وتجربة الحضود بدها استعداد ودراسة حاول أنك اتمارس اليوم كل صلاحياتك ولكن بدون ما تتخذ قرارات حاسمة من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات والتنقلات والنقاشات أهم شيء إنكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات برج السرطان طبعا اليوم بزيد النشاط عندكم أكثر من الأيام الماضية بصير فيه عندكم حيوية عالية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء إنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن اليوم تحققوا انتصار وممكن تظهر مزايا رائعة بتلفت الأنظار أو أنظار الجميع لكم هاي فترة إيجابية حاولوا أنكوا تستغلوها يعني وضع إن كان القمر فهو ممتاز والشمس الموجود بالعذراء برضو ممتاز جدا فهاي بتعطيكوا نوع من أنواع الدعم الخارجي وبرضو في بعض الاهتمامات اللي بتيجي مالية ممكن قروض ممكن ديون ممكن حل بعض الأمور المالية يعني بتنعتبرها هاي صفحة أو قرارات جديدة ممكن تكون خلال هذا اليوم أما من ساعات ما بعد العصر بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم حاولوا أنكوا تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية خلال هذا النهار وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء بتسيطر عليكم هيك نوع من أنواع التعب أو الإرهاق أو الالتزامات يعني اليوم مطلوب منكوا أنوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل حاولوا أنكم تأخذوا قصة من الراحة ممكن اليوم شوية تكون مرهق من كثر الالتزامات أو الطلابات أو المواضيع عندك قلة بالحماسة حاول أنك اليوم يعني أو ما تنتظر جواب إذا أنت بتنتظر جواب على موضوع معين ما تنتظر جواب لأنه ممكن يتأجل لغاية ساعات المساء أو لبكرة لأنه الظروف فارغة من الحضور ممكن تهدأ الأجواء وتخف وطيرتك أو حتى ممكن توصل لمرحلة الركود يعني ما في أي شيء أو مستجد خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ما تستعجل الأمر عشان ما تخيب أمالك وحاضروا من بعض التراجع الصحي ما في قلق ولكن عندهم أمراض مزمنة أو عندهم قابلية للأمراض أنهم ينتبهوا مع اقتراب ساعات ما بعد العصر بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لوضع بناسبك يعني الوضع بصير إجمالا بعوض الفترة الماضية وبتمتع اليوم بقدرة على قلب المعطيات لصالحك خصوصا من ساعات المساء يعني كثير من الأشياء رح تتغير برج العذرة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتخوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن تشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تتجنبوا انتقاد أحدهم ممكن اليوم يحمل لك فرصة مناسبة لحجد التأييد أو الدعم هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أنت اليوم بتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا حاول أنك تلعب دور بناء في محيطك حتى ساعات المساء حاول يعني أنك تنجز كل شيء مهم لأنه من ساعات المساء أو من ساعات ما بعد العصر يعني القمر خلص بدخل على بيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقود أو تحسموا أمر أنها الفترة هاي يعني نقدر نحكي أنها سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان طبعا نشرح بالتفصيل الممل عن برج الميزان لأنه اليوم موعدكم فبالنسبة لبرج الميزان منيجي على البيت الأول اللي هو برجكم منيجي منلاحظ بيت الشخصية أنه الشمس موجود في بيت المتاعب وهذا الإشي بسبب نوع من أنواع الضغوطات عليكم إجمالا كل موليد برج الميزان بشعره بفترة فارغة تماما من الحضوظ ونوع من أنواع الإحباط والملل وسوء التفاهم الإنعكاسات بأنواعها إلا أنه عطارد بيمنح موليد العشرية الأولى تقريبا نعمل أنواع الطاقة يعني بيخلي في عندهم نشاط فكري نشاط بالحركة نشاط بالاتصالات الاهتمام بهاي الأمور موليد العشرية الثالثة طبعا الزهرة تعطيهم طاقة إيجابية شوية على المستوى العاطفي على مستوى الحب الرومانسية الأشياء هاي بعيشوا بذكريات قديمة ممكن يخطر على بالهم أشخاص غادروهم يحزنوا على علاقات انتهت على موقف صار ما بينهم وبين الحبيب طبعا بما أنه الزهرة برضو بشكل زاوية تربيع مع بلوتو وهاي بتدل على اتخاذ بعض القرارات بإنهاء علاقات عاطفية بطريقة مفاجئة جدا دون رجعة خصوصا العلاقات الضعيفة الآن بدهم يجوا يقول لك بتركز على العشرية الأولى والعشرية الثانية طب والعشرية الثالثة العشرية الثالثة بما أنه ما فيها تأثيرات للكواكب دائما نتركها هاي منقول شخصيتك بيتحكم فيها وضعك الاجتماعي لأنه ما فيه أي تأثير للكواكب عليها إلا أنه الزهرة ممكن بتأثر على جزئية الأخيرة من مولد العشرية الثانية أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا البيت الثاني ما فيه أي تأثيرات للكواكب على المستوى المالي أنتو بتتحكموا بالوضع على حسب ظروفكم وأوضاعكم ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية لأنه في هذا البيت ما فيه أي كواكب بالنسبة للبيت الثالث يعني برضو اتصلاتكم تنقلاتكم امتحاناتكم رغباتكم الفكرية مشاطكم الفكري يعني ممكن تخذوه من عطارد أكثر مما تخذوه من البيت الثالث لأنه البيت الثالث برضو نفس الشيء فارغ من أي تأثيرات للكواكب أما بالنسبة للبيت الرابع وهنا بيجي على البيت هنا بيت البيت وفيه بلوتو موجود بشكل زاوية تربيع ما بينه وبين الزهرة فمنيجي منشوف أنه موليد العشرية الأولى والثاني وضع البيت عندهم تقريبا فيه بعض الخلافات سوء التفاهم ضغوطات بعض الأحداث المنزلية اللي بتيجي بشكل مفاجئ ممكن يستاقوا من حدث معين أو ظرف معين أو قلق معين على أحد أفراد العائلة ولكن أغلب المتضررين أو اللي بيعيشوا هذا الجو بأكثر من صيغة هم موليد العشرية الثالثة طبعا على المستوى العاطفي علاقتهم بأحبائهم علاقتهم العاطفية مع أفراد العائلة رغم أنه فيه زاويتين تسديس فيه زاوية تسديس جاية مع نبتن شوي بتجيب بعض الفرص العاطفية ولكن دائما فيه إشي بيجي بشكل مفاجئ بنغص عليك أو بيخليك عصبي زيادة عن اللزوم خصوصا على الإطار الإجتماعي العائلي وفيه زاوية تثليث مع المريخ برضو هاي بتخليك حد الطباع رغم أنها زاوية إيجابية إلا أنه بعلاقتها مع المريخ لحالها هاي هي بتسبب لك ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو أنا منيجي على العاطفة وبما أنه العاطفة زوحل موجود وبرضو منيجي على المشتري موجود واثنين بيتراجعوا طيب شو بسببوا هدولا؟ زوحل ممكن ينهي علاقات عاطفية برضو وممكن ينهيها بشكل مفاجئ وممكن تنأذي حتى من علاقة عاطفية معينة بسبب يعني اكتشاف خياني اكتشاف كذب يعني اختلفت الرؤية ما بينك وبين الحبيب في الفترة هاي حتى أنها بتجيب خلافات ما بينك وبين الأبناء بتفقدوا السيطرة أو طريقة التحاور مع الأبناء أو الأبناء بتمردوا عليكم بالفترة هاي بتجدوا الحضوض خالية تماما ما في أي حض بدعمك رغم أن الزهرة بتجيب حضوض ولكن اللي بتضعفها أكثر دائما البيت الخامس لأنه هو المسؤول عن الحض الكامل فعشان هيك بنقول ديروا بالكوا ما تعتمدوا على الحض وحاولوا أنكوا تكونوا واقعيين أكثر وتلتزموا بالهدوء أما بالنسبة للبيت السادس فهونا منيجي على العمل ومنيجي على الصحة موليد العشرية الأولى والثانية تقريبا نقدر نحكي أنهم هم بأمان يعني بيمارسوا حياتهم بشكل عادي لكن موليد النصف العشرية الثانية والعشرية الثالثة هدولة ممكن يكون عندهم نوع من أنواع الوسواس أو القلق الزيادة أو سوء بالتفكير أكثر إحباط ملل الشك كل هاي الأمور من نبتون لأنه برضو نبتون بتراجع في هاي الدرجة الآن بما أنه نبتون عمل مقابلة مع المريخ فهاي بتخلي نوع من أنواع سوء التركيز لا بتقدر تركز في عملك ولا بعلاقاتك مع زملائك ولا على مستوى الصحي فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة إذا كنتوا بتأخذوا أدوية حاولوا أنكوا تنتبهوا لأدويتكم اللي ما يصير فيه خربطة مثلا أو تأخذوا الدواء بطريق الغلط أما بالنسبة للبيت السابع طبعا بيت الشراك المالي والعاطفي فارغ من تأثيرات الكواكب لا تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بيت الأموال المشتركة طبعا أورانوس جاي في منتصف العشرية الثانية فعشان هيك كل العشرية الثانية هي المتضررة الأكثر من أورانوس فعشان هيك منشوف أمور العلاقة بالأموال المشتركة الديون القروض الاستحقاقات المالية المطالبات المالية الفشل في مشاريع مشتركة مالية خيانة الشركاء ماليا برضو هاي إلها علاقة في هذا الموضوع هاي أكثر الأشياء اللي بتأذيك وبتضرك بيحذروا من النصابين والمحتالين حاولوا ما تدخلوا مجازفات مالية أو توقعوا على أوراق بدون دراستها واستشارة الإختصاصيين فيها اللي رافعين قضايا إلها علاقة بالميراث أو بحقوق ممكن يصير في قلب لا الأحداث أو لا القضية هاي بتأجيلها أو تأخيرها بشكل مفاجئ أو تظهر أوراق يعني تفاجأك بشكل سلبي إلا أنه الشمس ممكن تدعمك شيئا ما في هذا النقطة وتنقذك في آخر لحظة إلا أنه ممكن أنا بقول أنه تعمل نوع من أنواع التأخير فقط أما بالنسبة للبيت التاسع بيت السفر طبعا ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية برضو سفر ودراسة وامتحنات جامعة علاقة مع أجانب برضو فارغة من أي تأثيرات إلا أنه العشرية الأولى لأنه القمر الأسود بتراجع فيها ممكن يصير فيه نوع من أنواع الخوف أو القلق لزيادة من شخص معين هذا الشخص بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك ومحيرك بتحاول يعني تحسم الأمر ولكن متردد أما بالنسبة لبيتك العاشر وبيتك 11 فطبعا ما في أي كواكب كبيرة موجودة في القمر وبتنقل فاليوم تحديدا لأنه في حال تنقل بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جداراتكم أو جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل وممكن أنه يحمل لك هذا اليوم مسائل شخصية تتسبب لك أو بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو العبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي وحاول أنك تهدأ بشكل تام يعني برضو ممكن تحمل هاي الفترة نوع من انطلاقة بتثير عندك التوتر والخلاف يعني بتنطلق فيه إشي معين أو بتجبر على فعل شيء معين ولكن بيكون فيه نوع من أنواع التوتر والخلافات من وراء هذا الموضوع من بعد ساعات العصر القمر رح ينتقل ويصير فيه يعني بيت حليف لإلك اللي هو بيت العلاقات فعشان هيك بتنشطوا بين الأصدقاء وعلاقاتكم مع الأصدقاء منكم أشخاص ممكن تشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لكم دعوة إلى جمعة أو لقاء معين الأهم أنه طول النهار حاول أنك تبعد عن تشويه سمعتك لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر لا تنفعل ولا تعصب لأنه القمر برضو في مكانه في مراحل الانتقال هو عامل ما زال زاويتين التقابل اللي هي زاوية الأولى اللي أوجها اليوم اللي هي مع أطارد مع بلوتو والزاوية الأخرى اللي هي ما زالت موجودة ولكن هي زاوية التقابل منفصلة اللي هي مع زحل اللي تكلمنا عنها في حلقة الأمس أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بيت المتاعب ما في عندك يعني مراس أو أو مثلا نجد منه لأنه الشمس موجود فيه والمريخ موجود فيه وهدول الاثنين تقريبا بيغطوا العشرية الأولى تقريبا الشمس طلعت منها العشرية الثانية العشرية الثالثة هم أكثر المضغوطين أو المتضررين من هذا الموضوع ما بين الخوف والقلق والأفكار والأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة زي المستشفيات والسجون إنهاء ملفات بشكل سريع دائما أنت متوتر دائما تعبان دائما مرهق حاولوا فقط تنتبهوا لصحتكم ولغذائكم ما تجازفوا ما تغامروا من وقت لآخر حاولوا أنك تأخذوا راحة ما تدخلوا على ماكن مجهولة أنتم ما يعني ما بتعرفوا حد فيها أو ما تغامروا مغامرات مجهولة بدون ما تكونوا عارفين حيثيتها وخصوصا موليد العشرية آخر العشرية الثانية والعشرية الثالثة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الآن بلش فيه نوع من أنواع الضغوط عليكم لأن الشمس بلشت تقترب لبيت متاعبكم ولكن هي بتركز على شيء معين رح نذكره بس نوصل لبيتك الـ 11 ولكن الآن منقول أنه على بيت الشخصية ما في أي تأثيرات للكواكب لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية ما في أي شيء بدعمك لا بالحضوط ولا بالسلبيات بالنسبة للبيت الثالث طبعا هنا يجينا على بلوتو بلوتو بيأثر بشكل سلبي على مستوى التركيز والعصبية وردات الفعل عدم تحمل أي انتقاد أو ممكن تفهم أي موضوع بسوء تفاهم يكون لك ردة فعل قبل ما تتوضح لك هذه الصورة أكثر الناس المتضررة هم موليد العشرية الثالثة وهي بتخلي بعض الموليد برج العقرب يبعدوا أو يختفوا أو يحاولوا يعني يبعدوا عن المسئوليات أو يبعدوا عن الطلبات أو الالتزام بأي شيء فعشان هيك هذا الإشي شوي بيعمل نوع من أنواع السدمات والقلق على أحد الإخوة برضو ممكن يأثر في هاي الفترة اللي عندهم امتحانات مدرسية مثلا بدهم ينتبهوا وما يعتمدوا على الحدود وبرضو تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وخصوصا موليد العشرية الثالثة ما في داعي للانفعال والتحور لأنه برضو هاي المنطقة بتسبب حوادث أو بتسبب أعطال بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا منيجي على زحل والمشتري اللي بيسببوا ضغط كامل على أمور إلها علاقة بالبيت من مسئوليات من واجبات من أحداث من التزامات إما عائلية أو قلق على صحة أحد أفراد العائلة أو أعطال أو مشتريات يعني أي شيء إنه علاقة بالبيت مربك بالنسبة لأيكم زحل بصعب الأمور وبيجيب أشياء بشكل مفاجئ من مشاكل وخلافات وسوء تفاهم وهذا بيأثر على موليد العشرية الأولى ونص العشرية الثانية والمشتري اللي بيأثر على نص العشرية الثانية والعشرية الثالثة اللي هو بيشيل إشي اسمه علاقة بالحضوض فممكن بعض موليد برج العقرب مش كلهم إما يخسروا منزل لإلهم أو يصير في إلهم إخلاء لمنزل أو يخسروا عقار معين أو يخسروا في أمور العقارات بسبب هاي التراجعات لهذه الكوكبين في البيت الرابع أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا البيت الخامس نبتون ونبتون موجود بيأثر على العشرية الثانية والعشرية الثالثة الآن وهذا بيجيب الوسواس والقلق والشك والحيرة على أبناء على أحبة على الناس بتشتغل معكم في مجالات فنية مثلا بتشكوا فيهم بتخلي الأحلام والكوابيس عندكم عالية جدا الوهم والوسواس بسيطر عليكم بشكل كبير لأنه هذا بيت الأحلام نحن نسميه على مستوى الهوايات والفن برضو نفس الشيء بتلاقي أنه ملكتك في هاي الأمور نزلت مش متمكن فيها بشكل واضح يعني بمعنى آخر ما تعتمدوا على الحدود مهائيا لأنه هذا برضو بيت الحظ أما بالنسبة للبيت السادس فبالنسبة للبيت السادس خالي من تأثيرات الكواكب ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية لا بأثر على الصحة ولا بأثر على العمل فع طبيعتكم تتعاملوا بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي وعلاقتكم بالأزواج مواليد العشرية الثانية تحديدا هدولا بدهم يبعدوا عن الخصام والخلافات والمشاكل وعلاقتهم أساسا بشركائهم ممكن تنهز بأي لحظة أو يصير مشكلة بشكل مفاجئ يعني ما في حل وسط فجأة بتصير مشكلة بتصل لحد عالي جدا لدرجة أنه ما بصير فيه تفاهم وفجأة بتنزل الأمور بما أنه بتراجع أورانوس وزاوي مع زحل فهذا بسبب نوع من أنواع الضغط بشكل كبير على مستوى البيت وعلى مستوى الشراك وخلافاته بتخلي في لحظات عند كثير من مواليد برج العقرب أنه جو والبيت بصير لا يطاق ويعني بحاول أنه يتهرب يطلع بده يغير جو بعيد عن أي التزام العلاقة بالبيت أو العائلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن طبعا ما فيه أي تأثيرات على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بتتعملوا على طبيعتكم ولكن أنا بنصح أنه ما تكفلوا حد وخصوصا موليد العشرية الأولى ما تكفلوا حد ما ترهنوا حد ما تزكوا حد لأنه ممكن يفشلوكم وتكون النتيجة مش الإشي اللي أنتو بترجوه بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر لأنه القمر الوحيد اللي موجود في هاي المنزلة وهو بنتقل قاعد من البيت التاسع للبيت العاشر فعشان هيك اليوم تحديدا لأنه القمر بدو ينتقل بظل فيه عندكو نوع من أنواع النشاط في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أهمش أنكو تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة ممكن هاي الفترة تكون جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن ممكن الطلب الوحيد أنكو تحاضروا من بعض الوعكات أو المتاعب الصحية في ساعات ما بعد العصر طبعا بتحافظوا على سمعتكم لأنه بدينتقل القمر لبيت السمعة فحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنكو تتجنبوا الخلافات وحاولوا أنكو تسعوا لتلطيف الأجواء إجمالا يعني فيه نقطة بدين أوهلها اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة خلال هذا اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظ نهائيا بالنسبة لبيت الأصدقاء اللي أنا وصلنا بنلاقي أنه بيت الأصدقاء الشمس موجودة والمريخ موجود والمريخ بسبب يعني فيه تشكيل زاوية التقابل ما بينه وبينه نبتون وهذا الشيء بيسبب سوء تفاهم ما بينه وبين الأصدقاء أو خسارة أصدقاء أو فشل ذريع في علاقة صداقة ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن تنتهي بشكل مفاجئ الشمس صحيح أنها بتدعم بتجيب أصدقاء قدامة بتظهرهم على الساحة ممكن أنه تخلي فيه أشخاص يدخلوا بحياتك جدد إلا أنه المريخ هو لموليد العشرية الثالثة ونص العشرية الثانية بيسبب خلافات ما بينك وبين شركائك أو أصدقائك ممكن يسبب لك خسارة أو تنتهي إعلاقتك من صديق أو تجد أنه الصديق هذا خرج من قلبك يعني لدرجة أنه هيك بتشعر أنه كأنه قهرك فعشان هيك بتكون ردة فعلك حاسمة وحازمة حاولوا تمتنعوا عن فرض سلطتكم على الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم أما بالنسبة للميزان له بيت متاعبكم فطبعا بما أنه الزهرة موجودة وعطارد موجود واثنين قويات أو وضعهم إيجابي سعيد فعشان هيك بيخففوا الضغط عليك وبرضو في نفس اللحظة ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أو مثلا تهتم بزيارات أو تعاطف على ناس إما مسجونة أو مريضة أو في مستشفيات زيارات أشياء من هذا النوع تهتموا فيها في منكم ممكن يهتم ببرامج تغذية أو إشئي العلاقة بالأعشاب أو الغيبيات برج القوس طبعا بالنسبة لموليد برج القوس بالنسبة للبيت الأول تعكم ما فيه أي كواكب موجودة فعشان هيك شخصيتكم أو نفسيتكم تتعامل مع حركة القمر فقط لا غير أما بالنسبة لوضعك العادي ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية تأثر على شخصيتك نهائيا بالنسبة لبيت المال طبعا منجد أنه العشرية الأولى والعشرية الثانية ما فيه أي تأثيرات عليهم على مستوى بيت المال ولكن موليد العشرية الثالثة هدولا أكثر الناس المتضررين ماليا إما مواضيع أموال قديمة أو أنه ديون قديمة أو التزامات عالية جدا وفي نفس اللحظة تيجي اللقم للثم وبالطير أو تيجي بيجيك مثلا مبلغ بتلاقي المصاريف أعلى من هذا المبلغ فيه عندك متطلبات مالية عالية جدا وممكن هذا الإشي يكون مرهق بالنسبة لك على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فبنجد البيت الثالث هو اللي بيجد أنه مبرر لكثير من موليد برج القوس أنه بيقول لك يا عمي مش عارفين نتفهم مع حد طاقتنا ضعيفة أي واحد نحكي معاه بفهمنا غلط دائما في مشاحنات بيننا وبين الناس أول إشي البيت الثالث إليك هات بيت الاتصالات والتواصل والتنقلات والسيارات والهواتف والإلكترونيات عندك موجود زحل وعندك موجود المشتري والاثنين هدولا بيتراجعوا زحل زاوية تربيع مع أورانوس جاي للعشرية الأولى وجزء من العشرية الثانية هذا بيخليك عصب المزاج ردات فعلك سلبية وبرضه بتشعر أنه طاقتك ضعيفة جدا يعني في لحظات بتحس أنه أنت فارغ من الطاقة ما بدك تتحرك ما بدك تتواصل عندك مئة ألف شغلة بدك تعملها وبرضه ما عندك طاقة تعملها مش عارف أين تتبلش فيها يعني نوع من أنواع التأجيل والتأخير وهذا الإشي بزعج بشكل كبير فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة لازم تقاوموا هاي المعاكسة من زحل وتحاولوا تتحركوا ولكن بدون اندفاع ولا تهور ولا عصبية يعني بدك تكون مركز إيش بدك بالضبط المشتري على موليد العشرية الثالثة بفقدهم الحضوض حتى أثناء تعاملهم مع الإخوة بيلاقوا أنه الأوضاع مش مزبوطة في سوء تفاهم الإخوة بعيدين أو في خلاف ما بينك وبين الإخوة بنفس اللحظة بيجيب أعطال بيجيب أشياء لها علاقة بسوء تفاهم برضو الآن هو بيشكل زاوية المشتري رغم تراجعه مع زحل وهذه الزاوية تعطيه شوية حضوض فعشان هيك ممكن اللي عنده امتحانات ينجح فيها أو يشتروا سيارة أو اللي هم موليد العشرية الثالثة أو يهتموا بأمور إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بعلاقات مثلا أو التسويق بينجحوا فيه بشكل جيد الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة المحلية مرضو تعطيهم فرصة ممتازة بالنسبة للبيت الرابع طبعا بيت الرابع عندك نبت موجود وهذا الإشي بيشكل نوع من أنواع الضغط أو سوء التفاهم ما بينك و بين أحد أفراد العائلة أو دائما بتقول ليش مش فاهميني ليش مثلا بتعملوا معي بالطريقة هاي ليش كلامهم جارح يعني حتى بصير حساسيتك عالية جدا لدرجة إنك تفهم كل إشي غلط أو بتحس بكل إشي زيادة عن اللزوم زيادة الحساسية بدك تنتبه من هاي النقطة برضو بتسبب القلق على أحد أفراد العائلة أو على شيء إلو علاقة بالبيت يعني بيخليك قلق دائما من أحداث أو من شيء معين إلو علاقة بالبيت والعائلة بالنسبة للبيت الخامس طبعا البيت الخامس ما في أي تأثيرات للكواكب موجودة فيه فهو فارغ عواطفك على طبيعتها حضوضك يعني ما نقول لك إنه واو في حظ بدعمك ولا إنه ما في حظ بدعمك هذا بيت فارغ فلا تعتمد على الحظ مارس حياتك العاطفية وهواياتك وعلاقتك بأبناءك بهذا الشكل بالنسبة للبيت السادس طبعا موليد العشرية الثانية العشرية الأولى العشرية الثالثة ما في هيئة التأثيرات القوية عليهم ولكن العشرية الثانية هم الأكثر متضررا من أورانوس فعشان هيك بجدوا إنه فجأة بتصير مشاكل بالعمل فجأة بصير خلاف بينهم وبين زملائهم بالعمل فجأة بصير عندهم تواعق صحي فجأة بيحسوا إنه طاقتهم نزلت صحيا أو بظهر عندهم أوجاع بشكل مفاجئ أو بشعروا حالهم إنه هيك ما في رغبة للتحرك يعني لاحظوا كم بيت اللي علاقة بالطاقة يعني بيأثر بشكل سلبي على موليد برج القوس وهذا طبعا أورانوس لأنه في العمل فبيأثر بشكل سلبي جدا وأيضا زاوية التربيع هاي اللي مع زحل اللي موجود في البيت الثالث لا إلك هو اللي بيخلي العصبية زيادة وردات الفعل تكون سلبية لدرجة أنه بتصير خلافات كثير ما بين موليد برج القوس وزملائهم في مكان العمل أو رؤسائهم في العمل أو بتجبلهم بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا البيت السابع ما في أي تأثيرات للكواكب يعني هو القمر الأسود فقط اللي بيتراجع فما بنقدر نعطيه هالإشي يعني سوء تفاهم أو خلافات أو تهرب من المسؤوليات منقول لكوا بس ما تلتزموا بشيء أمام الطرف الآخر بالفترة هاي خصوصا موليد العشرية الأولى وابعدوا عن سوء التفاهم ما تكبروا الخلافات ما بينك وبين شركات وفي المال والعاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الثامن والتاسع لأنه نحكي عنهم هسا في الشي غير القمر القمر هو اللي بتحرك هو موجود بالبيت الثامن بيت الأموال المشتركة وبدو ينتقل للبيت التاسع فعشان هيكي بتنهمكوا اليوم في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض حاول أنك تسارع لتصحيح الأخطاء واستعاد ثقة الآخرين وحاول أنك ما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء حاول تناقش وتفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع أعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد من ساعات ما بعد العصر طبعا القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع لإلك بيت حليف وقوي جدا فعشان هيكي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات الجامعية أو الدراسة أو الاهتمام بدراسة مثلا جديدة بدك تنتسب للجامعة أو تكمل دورة مثلا معينة أهم هيكي تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر طبعا عندك الشمس وعندك المريخ وهدولا اتنين يعني الشمس ممكن تجيب لك إلى موليد العشرية الأولى العشرية الثانية اجيب لهم منصب اجيب لهم مثلا ترفيع اجيب لهم داعم من رؤسائهم بتعرفوا على أشخاص من طبقة راقية مثلا أو أصحاب منصب سلطة ممكن يجيهم عمل بشكل مفاجئ ممكن واسطة جبلهم عمل مفاجئ يعني هاي الأمور الشمس بتشكل زاوية تثليث إيجابية ما بينها وبين أورانوس فعشان هيكي هذا الأمر بيجي بشكل مفاجئ مش بشكل ممهد له المريخ برضو موجود في نفس البيت بتأثر على مين؟ بتأثر على موليد العشرية الثالثة وجزء من العشرية الثانية ليه آخر آخر تقريبا مولودين من العشرية الثانية هم اللي بيتأثروا هدولا بدهم يديروا بالهم لا داع ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا للتسرع ولا لمخالفة القوانين ولا للتهرب من العمل ولا بمشاكل إلها علاقة بالعمل لأنه المريخ شوي بيستفزك فممكن يخليك تعيش إما وهم إنهم بتأمروا عليك في العمل أو في نفس اللحظة يخليك تعمل ردات فعل سلبية لدرجة إنه ممكن تخسر عملك بشكل مفاجئ رغم إنه بلوته بشكل زاوية قوية ما بينه وبين المريخ إلا إنه المريخ الآن بلش يرجع لنحوسته فعشان هيك بدكوا تنتبهوا في مكان عملكم وتنتبهوا على سمعتكم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بيتك 11 هنا مدعوم من عطارد مدعوم من الزهرة اللي بيدعموك بشكل جيد على المستوى الاجتماعي وعلاقاتك بأصدقائك ومعارف جدد ممكن يدخلوا حياتك أو ممكن تستفيد من بعض المعارف أو الأصدقاء في إنجاز كثير من الأمور ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبات أو حتى إنه تتعرف على أشخاص من خلال المناسبات وتتطور العلاقة ما بينك وبينهم إلا إنه موليد العشرية الثالثة برضو الزهرة رغم إنه وجودها جيد في العشرية الثالثة إلا إنه زاوية التربيع بلشت تتشكل ما بين الزهرة وما بين بلوتو هاي شوي ممكن إنها تعمل صدمات أو خلافات حادة إلها علاقة بالعاطفة أو إلها علاقة بالسمعة فعشان هيك ما في داعي للمجازفات العاطفية والمغامرات العاطفية ما بين الأحباء بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك إحداع إطناعش اللي هو بيت المتاعب فطبعا خالي من أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك الأمر يعني ما فيه تأثير لا إيجابي ولا تأثير سلبي إلا في حال وصول القمر لهذا المكان بيصير فيه تأثيرات سلبية برج الجديد طبعا اليوم بينصب إهتمامكم حول موضوع الشراكة حاولوا أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما حاول أنه يعني أو ممكن تضطر حتى للإبطاء بمسار بعض الأمور أو بعض الخطوات أنا بنصح في هاي الأمور لأنه الوضع ضاغط بشكل كبير أو تغيير نمط معين حاول أنك أنت تعمل الإشي اللي بتناسب مع وضعك لا توجه انتقاد لأحد ولا تحاول أنك تجامل حد على حساب الضغوطات اللي موجودة عليك يعني ابعد عن المشاكل أو ابعد عن الشر وغني له بالفترة هاي وخلي علاقتك مع شركائك جيدة وخصوصا شركاء العاطفة أما في ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية القمر رح يتحرك من مقابلكم فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكم تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت ممكن اليوم تحاولوا تنفيذها دون تردد أو يكون عندكم جراءة عالية أهم إشي أنك ما تلتهي بالأمور الثانوية برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد لأن القمر موجود في البيت السادس للكم وبدو ينتقل للبيت السابع يعني مقابلكم تماما فعشانك بتجد أن الأمور بتتسارع اليوم بناء ضغط بالعمل وبالصحة وبرضو في نفس اللحظة طاقتك ضعيفة حاولوا إنجاز ما بؤسعكم من أعمالكم دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل فبتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو ممكن تهتم بوضع صحي بتكثر عندكم المسئوليات والالتزامات على أنواعها حاول أنك تكون حريص على عملك حاول أنك تباكر لعملك بشكل جيد في فترة ما بعد العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم شيء تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخم الأمور برج الحوت طبعاً بتظلها الأجواء جيدة من الآن لغاية ساعات المساء بأمور إلها علاقة أو إنها بتشتد رغبتكم في هاي الفترة بتقرب بأحباءكم تعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم حاولوا ما تبلغوا في طلباتكم منهم ممكن اليوم تحتفل بإنجاز أو انتصار بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر هاي فترة مثمرة رغم أنه فيها كثير من الانشغالات والتحركات لكن ها فترة فيها نوع من أنواع الحظ والنجاح والتقدم من فترة إيجابية جداً ولكن في فترة قلو المسار أقول لك دير بالك يعني ما تبالغ كثير في حظوظك في فترة ما بعد العصر بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم أكثر من المعتاد ممكن يتراكم فيها نوع من أنواع العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم لأن القمر رح يصير في البيت السادس فهونا بيضغطكم بشكل سلبي لدرجة أنه بتجد أن الأعمال تراكمت عندك مش قادر تنجزها بالكامل أو بصير إنجاز الأعمال مرهق وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لصحتك حاول أنك يعني ما تتعب حالك كثير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا